رجعنا لحضراتكم مرة تانية وزي ما قلنا في المقدمة احنا بشرفنا دكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد المصريين في ايطاليا وهنتكلم عن المبادرة اللي عملها للاتحاد الخاصة بتأهيل وتدريب عمالة مصرية للسفر لايطاليا مساء الخير يا فندم وحمد الله على سلامتك ويعني اهلا بك في بلدك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك ده فعلا كل مرة ما يكون موصل بشرفنا يكون متوجدين معك كقناة ميسات اعزلنا جدا يعني احنا كمان بنعتزب وجود حضرتك دكتور عيسى يعني ايطاليا من اكتر الدول الاوروبية واجهة للمصريين يعني يمكن نص المهاجرين في اوروبا موجودين في ايطاليا هي اقرب لقلب المصريين بيحسوا فيها بيحسواش فيها بغربة قوي وبالتالي العمالة اللي موجودة هناك عددها كبير وبالتالي الاتحاد ليه مهام كبيرة حناقش اللي بيقولوا الحاجات اللي بعملها الاتحاد بس خلينا ناخد من حضرتك الاول هذه المبادرة معلومات عنها الخاصة بتدريب وتأهيل العمالة اذا كان فيه قانون في ايطاليا طالب ان يكون فيه عمالة جاية من برا يعني الاحتياج لعمالة خلينا نتكلم عن ده تمام جدا طبعا المبادرة دي جت بناء على ان احنا يعني متماشين ايضا مع سياسة دولة مصرية اللي هي محاربة الهجر غير الشرعية محاربة يعني انه طبعا الشاب انا بسميها يعني رحلة الموت مش راحة امل لان كتير جدا طبعا بيموتوا في البحر بيتفاعوا مبادغ باهزة كبيرة جدا بتبقى على عيب الاسرة بيتطروا بيعوا اراضيهم بيتطروا بيعوا الدهب بتاعهم كل دوا فيه يعني امل ضعيف جدا هم يوصلوا حتى لما يوصلوا عندنا في ايطاليا بيوصلوا وهي الوجهة الاولى ايطاليا دايما وطبعا دي اول ارض تعرفها يعني دولة البحرية متوسطية فاول ارض بيقابلوها هي الاراضي الاتالية بيخش طبعا 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 غير شرعية يعني انت غير قانوني الدولة المصرية يعني نشكرها فعلا ودي برضو الدولة الايطالية بتشكر مصر لانا فيش من 2016 يعني مفيش ولا مركب خارجة ابدا من مصر بزبط فده شيء احنا يعني شيء بيقادل تماما على هجر غير الشرعية طبعا فاحنا تماشيا مع سياسة الدولة المصرية وايضا مع سياسة الدولة الايطالية قلنا عملنا هذه المبادرة هو فيه قانون فعلا موجود اللي هو قانون التدفق للاجانب وده فيه كوتا مخصصة كل سنة للدول المصدرة للهجرة الشرعية من ضمنها طبعا مصر يعني الكوتا دي قد ايه تقريبا يعني الكوتا اللي حاليا فيه 15 الف موجودين دي بالنسبة لقانون اسمه فلوسي اللي هو قانون التدفق عايزين 15 الف شخص من بره من بره ايطاليا بره ايطاليا تمام اه احنا الجزء اللي بتكلم فيه ده هو مبادرة يعني غير غير الجزء ده ده اوكي ده جزء موجود احنا عملنا مبادرة تانية قلنا ايه لانه هو الجزء ده بيعني بيبقى ليه فترة محددة اسمه بيديه ليوم معين انه هو بيسموه click day اللي هو اليوم بتاع الكليك اه ادوس دلوقتي فاعي اخد الفرصة اللي عمل ودخل اوكي دخل اسمه لا فحنا قلنا كده فيه ناس كتير جدا ما بتلحقش لانه بفيه ضغط كبير جدا في اللحظة بتاع الكليك دي ده وطبعا بما انه مخصص للدول كتيرة جدا في بقى فيه صعوبة في انه ما يحصل لها ذات فرصة فاحنا قلنا بما انه اتحاد العمال المعاصين في ايطاليا موجود من سنة 1990 يعني نهارد ده خلنا من اقدم اتحادات العمال طبعا نعم 34 سنة يعني موجود في العمل النقابي فقلنا عمنا اتفاقات مع مقاطعات ايطاليا اللي هي بتحتاج لمهن معينة قلنا احنا كالتحاد العمال موجودين وفيه تواصل بيننا وبين الجهات يعني الوزارات في مصر وده النهارد ده هتحقق يعني اولا حد جبارة ده حصل لك لقاءة مهمة جدا ان احنا نعلم لكم الشباب اللي انتوا عاوزينه لان ايطاليا دولة عجوز يعني السن مسنين كل اوروبا فمحتاجين شباب احتاجين شباب فانا عاوزين تجديد فلاده نجيب شباب يعني بس هما قال لك خلاص بس نجيبه بطريقة شرعية انا عاوز يتعلم اللغة الايطالية والثقافة الايطالية عشان يعرف اللغة وثقافتي وكمان يعني تعمل له كرسات تأهيل مهني مع السيفتي اللي هو استلامة في العمل لازم يعرف هيشتغل على اماكن المعاليات تكون خلي باله ان المكن ده لازم تشتغل باسلوب انت المهن المطلوبة بقى في ايطاليا طبعا هي متعددة ولكن المهن الحالية اللي احنا اتفقنا عليها ان شاء الله هنتبقها يعني على طول في هذه الفترة اللي هي الخدمات العامة اللي هي فنادق اللي هي موجودين في حضريرك برضو الزراعة موجودين الجزء التاني يكون في التمريط بعد كده يكون في النجارة هيكون في السباكة وبعدين هيكون في جزء ايضا مخصص لي اعمال يعني مثلا مهمة جدا زي اللحم تحت الميا حاجات يعني بتخصصات معينة الفترة اللي مفترض علشان المهن دي تقبلهم للتدريب سواء على اللغة طبعا او على السيفتي او على المهنة نفسها المدة التدريب قد ايه تمام جدا احنا في اتفاق تم بيننا وبين معهد الدومبوسكو الإيطالي معهد إيطالي موجود اه طبعا دومبوسكو معهد قديم طبعا اه سواء في القاهرة او في اسكندرية فاحنا اتفقنا مع المعهدين بحيث ان التدريب اللغوي هم محتاجين انا معهم انه هيكون تقريبا ما بين شهرين شهرين ونصف دي الدورة التأهيلية اللغوية اللغوية اه اللغوية بعد كده بيحصل لها حضرك على التستد من المعهد اللي هم فعلا شاركوا في هذه الدورة ومعهم الماء يعني يؤكد ذلك بنخش جزء التاني اللي هو جزء التدريب المهني والسفتي والسلامة في العمل يعني وده طبعا النهار ده اللي هو كان يعني حديث اللقاء بيني لاني جيت مخصوص يعني وبالتأكيد لازم يكون في تواصل مع وزارة الهجرة التواصل مع وزارة القوة العاملة او كمان تواصل مع وزارة الشباب ورياضة لانه حضرتك مهتم ان يكون مراكز الشباب دي يتمي فيها تدريب ده مهم جدا بالنسبة لنا ومعاني الوزير اشرف صبح بي وعدني النهار ده انه هو هيقوم بالتنسيق ما بين التلات وزارات اللي هي الهجرة والمصرين في الخارج وده وزارة طبعا تعنينا احنا كمصرين عاشين في الخارج ايضا وزارة القوة العاملة اللي هي حالين هتغير باسمها وزارة العمل يعني المرحلة اللي جاية ده فالبرتوكول هيكون بيننا وبين وزارة الشباب عشان احنا هنستخدم مراكز الشباب الموجودة وحضر لك يعني برضو اختيار من وزارة الشباب ليس عشوائي ولكن مدروس ليه لان ليهم مراكز شباب في كل أنحاء الجمهورية مثلا احنا شايفين في مدن معينة معوجودة بتصدر هيجرة غير الشرعية كتيرة جدا رشيد بش عارف كفر الشيخ دي لو كان فيها تدريب وتأهيل ناخد عملها من غير ناخد منها فالشاب اللي هو لما يعرف ان في بلده اللي هو موجود فيها في مدينته في مكان يؤهله ويخش بطريقة شرعية وبش هيخطر بحياته وما يكونش حتى فريسة لتجار الموت او ممكن فعلا بسميهم تجار الموت طالما تجار البشر اللي بياخدوا منهم فلوس وبيرميهم في البحر بالتلات اربعة اتيام مش عارفين هيوصلة او لا او بيغرقوا تير جدا نفهم من كده ان الاتحاد هيبقى حلقة الوصل ما بين الجهات الرسمية في مصر اللي هي الوزارات المصرية وما بين الجهات المعنية او ارباب العمل اصحاب العمل في ايطاليا طيب انا دلوقتي مثلا شاب عايز يقدم في اي مهنة او وظيفة من دول وعايز يعرف انا عايزة سافر ايطاليا اعملي هلاقي شاب اللوقتي بيسألني انا عايزة سافر ايطاليا اعمل ايه عشان اشتغل تمام جدا احنا عندنا صفحة بيتبحها يعني ملايين صفحة اتحاد عمال المواصيم في ايطاليا موجود انا بنزل فيديو كل اسبوع اسمه ديئتين مع اتحاد عمال المواصيم في ايطاليا بشرح فيها كل الشروط اللي احنا احوزينها ازاي يتوصل معنا بيبعث السيدي بتاعه ازاي كان عنده مهنة هو اصلا عنده مهنة معنا او مثلا بيحب تعلم مهنة جديدة بيبعثه على الاميل بتاع الاتحاد الاتحاد بيرد عليه انه هو فعلا قبل الاميل دو وطبعا بيكون موجود التلفون ورقم الاميل بتاعه بنسجله عندنا يا فن اوكي و بعد كده بناخد الاسماء دين احنا اللي بنبعثها للمعهد الدومبوسكو اوكي اه روحوش بكميات كبيرة روحوا لما انا ابعتلكم اللي ممن عندي انت يا فلان وانت 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 لان الكورس اصلا 25 يعني كلما يكمله 25 الدورة ده يقولك احنا كنا الفصل خلاص ايه كم يعني ايه انتهى وبعدين بنبص بنكون فصل تاني لانه مش اكثر من 25 واحد ويكون شرط كمان اساس ان يكون فيه نساء لان الحكومة الاطلاقية او معنى صح المجتمع الغربي ويقولك لازم ندي دور المرأة المرأة طبعا ما هي يكون تبعا ليها دور في المرأة اذا اتم كورس اللي هو الميت ساعة اللي حركة قلت تقريبا شهرين ياخد كورس قد ايه تاني مثلا لتأهيل المهنة يعني انا دلوقتي لو حد قدم يبقى عارف مثلا انه في خلال 6 شهور ممكن يحصل على الوظيفة صح فعلا هو نقول شهرين ونص وشهرين ونص يعتبر 15 واجراءات التأشيرة والطلب والتصريح بكرة بالمناسبة انا عندي معاد مع السفير الايطالي والكنص العام الايطالي برضو فيه اطار التنفيذ المشروع لان طبعا فيه جزء هيخص الكنصرية الايطالية اللي هي تمنح التأشيرات فبالتالي احنا محتاجين طبعا منهم عندنا مكتب موجود بتاعنا اللي هو مكتب تحده عمنا مصير في ايطاليا موجود في المعادي موجود على موقع السفارة الايطالية يعني موقع السفارة الايطالية الرسمي هتلاقي اسمي موجود مسؤول المكتب يعني عندنا مواعيد موجودة والتليفوناتنا موجودة كله من خلال المكتب دو احنا هيكون زي ما حدك أشرت كده حلقة الوسط بين اللي عامل بين الوزارة بين الالية في الاختيار يعني العلاقة اللي ما بين الاتحاد حضرتك في الاتحاد والجهات المعانية في مصر اللي على الأساسها يعني العلاقة ما بين وزارة العمل اللي هي وزارة القوة العاملة ووزارة الهجرة وحضرتك الالية للاختيار الأنسب يعني مثلا وظيفة نجار متقدم لها كذا محتاجين هم عدد كذا الالية اللي بختار بيها الأفضل ازاي هلا عن طريق الاتحاد وحده ولا هل ترشيح من وزارة القوة العاملة باتكلمنا فيه ان جزء طبعا الاتحاد هو اصلا جاننا سفيهات كتيرة جدا جاننا تربا كتير جدا النهاردة في اللقاء التامم عن الوزيل قالونا برضو ان هم هيرشحونا أسماء ترجع برضو حضرتك اللي شطرت الطالب يعني هو لو فعلا ركز في اللغة وركز يعني وأخذ يعني يعني مستوى يعني واهله هكون من دمن الأوائل مش نقول لبش هتسبق التاني لا بس برضو لو هو لو مسلا هو كم وظيفة تقريبا ممكن يكون متاحة في إيطاليا للمصريين دلوقتي عدد الوظيف تقريبا المتاح ممكن قدقيه ولا إحنا المشروع بتاع ملوش يعني ملوش عدد لا مش ملوش أصلا فترة زمنية يعني موجودة على طول يعني كل ما يقولنا إحنا محتاجين عدد كذا إحنا بنأهل وبنبعد طب إذا مثلا في خمس تلاف وظيفة ومتقدم عشر تلاف الأولوية للأفضل في اللغة ولا للأفضل في التدريب على المهنة ولا للسن يعني المعايير اللي حضرتك عاملها حاجة مهمة جدا السن هم طلبين شباب بيش طلبين يعني شباب سن 35 يعني أكتر حاجة 35 سنة 37 سنة ده يعني السن اللي هو الماكسيمم اللي هو مطلوب ده برضو هيقلل جدا لأن جبنا تربط برضو يعني الناس سن يعني أكبر سن برضو المهنة يعني فعلا رجل ممكن قدم لنا كام شهادة خبرة ده بالنسبة لي هو ده اللي أنا كنت قصده بالقلية ما قوله حاجة السيفي بتاعهم اللي هو بعطهنا على إنه الاتحاد ده مهم جدا اللي إحنا بنفحص الطلب نفسه فيه واحد بقيت لك خمس شهادات خبرة واشتغل فيه يعني وعنده مهاء وماهر وإيه ينقصه طبعا بنكمله حضرتك اللغة أوكي بنقول طبعا خالدنا كنت قويس جدا وبنقص بنحسه إنه بقى يركش شوية طبعا مش عاوزين مستوى لغة عالية جدا يعني اللي يقدر يمشي يقدر يمشي آه نخش الحقيقة الاتحاد بيعمل أدوار هامة جدا وإحنا تكلمنا قبل كده عن مشروع علام الشمل وعن خدمات المعاشات فأنا يعني بشكر حضرتك إنه الاتحاد مهتم قوي بحكتين إنه اللي يسافر من مصر يبقى مسافر بشكل شرعي وإنه يسهل يسهل اللي حابب إنه يشتغل وعايز يلاقي فرصة عمل في إيطاليا إنه يروح على وظيفة مؤهل لها بشكل يعني محترم حريك لو تقول كلمة أخيرة لأي شاب عايز يسافر دلوقتي وعايز إنه هو يلتحق بقوله اتخذ الطريقة الشرعية خش بطريقة شرعية خبت الباب بنفتح لك بتركب طيارتك بتخش بنرحب بيك بتاخد تأمين الصحي بتاخد إقامتك ليه تغمر بحياتك ليه يعني بتحط نفسك فريسة لتجار الموت أنا بتأمين تجار الموت لأنه فعلا فيه أموات كده جدا كل سنة البحر فعلا بيش بحر يعني عايز أقول أمل للأسف الشديد بيحصل فيه بحر بحر حالات موت كتيرة جدا يدخلوا على الصفحة بتاعت الاتحاد ويقدموا السيفيهات ويشوفوا إيه المطلوب ويقدموا يخش على صفحة اتحاد عمالة ماصين في إيطاليا فيه الإيميل بتاعنا موجود ببعتلنا السيفيه بتاعهم كل الخبرات اللي هم اكتسبوها عمليا بيبعتهن وتأكدوا إن الاتحاد بنرد وهنرد على جميع الإيميلات اللي جات لنا كل الإيميلات اللي جات لنا إحنا ردين عليها كلها دكتور عيسي أنا بشكر حررتك على وجودك معينا وأكيد هيكون لنا لقاء تاني مع بداية تحقيق المبادرة لأهدافها ومع بداية إنه يبقى فيه مصريين سفروا عن طريق هذه المبادرة حققوا شغله ونشوف يعني إنجاز الاتحاد في هذا الأمر اللي طبعا إحنا بنشكرك عليه لأنه شكركم مدكتورنا لفرصة إن إحنا نعلن عن هذه المبادرة من المبادرة بنشكركم وإن شاء الله فيه كمان أثناء لما يحضر الفصول التدريب هنبعتكم صور ممكن جدا طبعا دايش الرف آه يعني لكم فعلا المشروع بدأ فعلا طبعا بما إن فيه وزارات موجودة معنا فده شيء فعلا بيساعدنا إن الدور المصري السيادي موجود معنا ويسردنا في الموضرة بتاعتنا أنا بشكر حق جدا دكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا على وجودك معنا ومرة تانية حمدالله على سلامتك في بلدنا شكرا مشاهدينا فاصل قصير وهنروح لفقرتنا الأخرى عن الضرب الضربة الأمريكية لجماعة الحوسي